بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في كناة زراعة في مصر واسعار الخضاء هنعرض لكم يا جماعة يعني الفيديو دي اعتبر خاص بالبطاطس هنعرض لكم اسعار البطاطس الموجودة حاليا في سؤال عبور اللي هي التلاجات والتبريد والنوالة والتيسون والحاج محمود طبعا هيولينا على زراعة البطاطس وهيولينا تتقلع امتى ان شاء الله وايه حكاية البطاطس بزر السلام عليكم حاج محمود ازاي حضرك حاج محمود الله حليم اشترك البطاطس دي بقى لكم ام حاج محمود دي والله دي لها حصل من 1528 من 1528 يعني معادي انا شايف فيه هناك كده تقريبا يعني فيه كبيرة شوية عندي مزرعة بذر صح؟ طيب يعني معادي قدي كده كده وتلع ان شاء الله والله ان شاء الله اللي هي هنخليها لما تاخد عمرها كان لها تبقى واحد اثناش واحد اثناشت يعني احنا حاليا في شهر عشر يعني نقول شهرين 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 ونص للزرع الاخر يعتبر صح كده؟ هاي طيب حاليا البطاطس يعني زي ما انت شايف سعرها مرتفع تمام يعني كلها متخزنة يعني زي ما انت شايف عاج محمود البطاطس التلاجات يعني سعرها فيه اربعة اللي ربع لحد اربعة جنيه وخمسة جنيه اعلى جودة تمام والبطاطس اللي هي التبريد تمام اه يعني وصلت ستة جنيه وستة ونص والتيسون دي وصلت سبعة جنيه ايو تمام طبعا التبريد اه زي ما الناس عارف يعني واحنا دايما بنقول لهم ان البطاطس التبريد والتيسون والنوالة دي للالية تمام والتلاجات دي للطبخ طبعا حاليا الناس تخلي بالها لان بيبقى فيه تجاوى يا حج محمود فايدة اه وبتتداول في السوق خلي بالك اه فالناس يعني اللي اشتري بطاطس يخلي باله من حاجة زي كده بس ايه الناس بتشتريها مع حج محمود يعني ما هممكن لو حد اشترى بطاطس وسابة مثلا اسبوع هتزرع وهتبوز هتبوز وتقتل صح كده اه سعارة تبا زي السنة اللي ماضت وقال لك مش كثيرة بعمل زي السنة اللي ماضت ام انا شايف يعني الفلاحين النواحينة هنا من الزرعة زي السنة اللي فاتت اه ما انت ما تبصش لهنا بس يعني فيه يعني انا رحت البرجية يا حج محمود كلها بطاطس كلها ده اكبر منطقة في يعني مساحات ارض اه جمهورية كلها اللي بتزرع اللي مساحات ارض كبيرة جدا وفيها بطاطس اه يا بسم الله ما شاء الله يعني ربني يبارك ايه الطبعا في المنصورة الناس بتزرع كتير بطاطس برضه فيعني ممكن حج محمود حج محمود هي العام اللي ماضت كان باربعات اربعه تلاف لطن مثلا لاbut يمكن تنزل عن كده اه هي ممكن في الاول ماشي في اول السنة واول السنة اللي ههججلع بدري اه يعني السنة اللي ماضت كان باربع صح كانت باربع وابعلي كده وصلت اثنين ونص وتلاته هي الكارة النظيفة. صح كده? اه. في سنة حاج محمود طبعا البطاطس روحت خمسمائة جنيه للطن. السنة اللي جاب للي ماضت تقريبا. اللي هيكت العروة دي اللي هي الاساسية. البياعة. اه. بصد خمسمائة جنيه. للطن. هادة خربت بك النقر. اه. يعني ببقى خسار جمدة. تكاليفة حاج محمود مرتفع صح? بدان اتكلف له بتاع عشرين قلب. زراعة. زراعة بمصارفه كل. اه. وخمستاشر قلب. يعني ده غير الاجار. مع بالاجار بكل? يعني اجار وتجاوي. طبعا حسب التجاوي طبعا ما في برمة وسبونتة ومصطفية ونوالة والحيات دي يعني. يعني انت الفدان هيخد له طن طن ونص. اه. تمام? اه. طن ونص. خليل نوقع بخمسة. اه. ماشي? طن ونص بكام بسبعة ونص. وجر سبعة يبقى ده اربع طاشر. اه اربع طاشر. هيخد له بتاع عشر تنصص كماوي. اه. ده قل حاجة. اه. وعزيج. وعزيج ومية. يعني. اه. يعني يخش له في كام حاجة. يخش له في عشرين الف وخمساشر. طب يعني انتاجه كام ولا ما? الانتاج والله على حسب يعني في فدان يجيب تمانية طن. اه. في فدان يجيب عشرة. اه. في فدان يجيب اتناشر. يعني لما يكون سعره متوسط برضو المزارع هيكسب شوية. يعني لو وصل لحد الفين كويس. لو الفين الفين ونص. الفين جنيه بقى كويس. بس لو لو انتاج الزرعة كويس. لو انتاج الزرعة لو عشرة طن مسلا اه. لو عشرة طن بقى كويس. إنما لو لو تحت الالفين مسلا الف ونص لحاجة طبعا هتتخسر مع filling. الفين اساساً خسارة. اه. الفين خسارة. بس ثلاثة شهر او ثلاثة ونص. اه. اه. في مكسبة. ربنا سأل المزارع يا حدي محمود. والبصل السنة دي عفرت الناس بصراحة. بس غالي. لا يعتبر والبصل حاليا حدي محمود البصل اللحمر. لا ما ده في جملة غير الجطاعة. في الجملة البصل اللحمر من اثنين ونص لتلاتة. واللي بيض وصل خمسة جنيه اعلى اعلى حاجة يا حتب. اه لان العرض بتاعه وقليل في السوق. شكرا لك عدي محمود وان شاء الله يعني دينا مع بعضينا في انتظار يعني تجليع البطاطس عشان نعرض للناس الاسعار وانتشوف كيف بيتم تجليع البطاطس من الارض. شكرا لك عدي محمود.